طول الوقت كده وانت بتعملي وتأوري الكوسة بالطريقة العادية وفي الآخر بتتقطع منك هنا بقى هتيجيها وهتجيبي معاك الشوقة والمعلاقة وهتعمليها كده في ثواني وليمكن أبدا تتقطع منك وهتنبهري في الآخر بالنتيجة يلا بينا بقى نشوف عملناها زي بس ما تنسوش انزلوا تحت تعملوا لايك للفيديو ويلا بينا في الأول خالص كده جايبة كيلة وربع من الكوسة وطبعا الكوسة لازم تخسلها الأول خالص وتخسلها كويس قبل ما تيجي تبدأي أو تشتغل فيها بعد كده بتجيبي بقى الكوسة وبالسكينة بتبدأي تشيل الجزء اللي بيبقى موجود فيها فوق وجزء كمان اللي بيبقى موجود فيها من تحت بعد كده بقى بتجيبي الشوقة وتبدأي تعملي فيها الأشكال دي يعني كأنك بتأشريها بس بتأشريها بالشوقة وطبعا الطريقة دي بتخلي ان الكوسة متهضرش كتير من الحاجات اللي بتبقى موجودة فيها وفي نفس الوقت كمان بتديها شكل كويس بعد ما أشرناها كلها وعملناها بالشوكة بنجيب بقى الكوسة ونبدأ نقسمها الجزئين خد بالكم احنا هنا بنقسمها الجزئين وبعد كده بقى بنجيب المعلقة ونمشي كده المعلقة على أطراف الكوسة بحيث ان احنا نطلع الجزء اللي بيبقى ايه موجود فوق وبعد كده بقى بدهر المعلقة أو بالنحية التانية بتاعت المعلقة بنبدأ بقى نقور الكوسة من جوة الطريقة دي يا جماعة ليمكن أبدا تخلي الكوسة تتقطع معاكم وتفضل سليمة وكمان ايه ما بتاخدش وقت معاكم خالص هعمل معاكم كده واحدة تانية بالمعلقة بنبدأ نشيل الجزء اللي بيبقى ايه موجود حوالين الكوسة وبعد كده بنقل بالمعلقة على النحية التانية ونبدأ نشيل القلب بتاع الكوسة هنا خلصت طبعا الكمية كلها ماخدتش معايا اي وقت خالص وطبعا القلب بتاع الكوسة ده انا مش برميه انا كده بحبه وضيف عليه طمط مية وضيف عليه كمان بصلية وضيف عليهم كده رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود وقلبهم كويس معاكم وعايز اقول لكم هنا ان القلب بتاع الكوسة مع البصل مع شوية الطماطم دمت بيدو طعم حلوة ومميز مع محش الكوسة هنجيب بقى الصينية اللي احنا هنشتغل فيها او الطجن ونبدأ بقى نرس فيها كده الخلطة بتاعت القلب بتاع الكوسة وهنسويها كويس وهنجيب بعد كده الكوسة ونبدأ نسويها في الصينية انا هنا بصراحة بحب بحط الكوسة قبل ما ببدأ احشيها وبعد كده بخدها وحشيها بتدي معايا ايه او بتسهل معايا الامور وهنا كمان كملت بقيت الصينية بالفلفل بصراحة بحب بمحش الفلفل مع محش الكوسة قوي هناخدهم بقى وهنركونهم على جنب لحد ما بنجهز الخلطة بتاعت المحشي فمنجيب كده حل على النار فيها شوية زيز حلوين وهنحط عليهم كده يعني المسلم علاقة صغيرة وهنقلبهم مع بعض وطبعا ممكن تستغنوا عنها خالص بس هي بتفرق اوه في ريحة وطعم المحشي بعد كده اتجبت بصلة مفرومة نعيم في الكبة وهنقلبها وهنضيف عليها كده نسلم على اصغيرة من التوم والتوم ده اللي انا كنت عاملها بتاع خلطة السمك بحب احطه برضو مع خلطة المحشي بيفرق اوي وبيدله طعم حلو ولون مميز مش ولون وريحة مميزة هنضيف بقى دلوقتي شوية من الملح عليهم كمان شوية من الفلفل الاسود وهنقلبهم كويس مع بعض الحد ما البصلة تبدأ تسفر معنا بعد كده هنضيف عصير طماطم الكمية اللي انت هضفيها وهنضيف كمان عليهم معلقة كبيرة من السلسة المعلبة ضفنا سلسة معلبة يبقى لازم نضيف عليها كده رشة بنستكر علشان بس الحمودة بتاعت الطماطم هنقلبهم بقى كويس مع بعض وهنغطي على الطماطم منسبة لحد ما تتسبك وتجيلي بالشكل ده هنا خلاص الطماطم تسبكت معنا هنركنها بقى على جنب بالحد ما بنجهز بيت الخطوات بتاعتنا فبينجيب طبعا كباية ونصف من الرز مخصولين كويس وهنحط كده شوية من الخلطة بتاعت الطماطم وهنضيف كمان بصلاية او معلقة كبيرة من البصل بحب اضيف البصل وهو كده مع الخلطة بتاعت المحشي بيفرق اوه في الطعام وضفت كمان شوية من الخضرة والخضرة دي على فكرة مفرزها من الفريزر ومطلقها من الفريزر حطها لطول على خلطة المحشي وبحب اضيف كمان على الرز معلقتين كبار من الزيت وهنضيف بقى شوية من الملح عليهم كمان شوية من الفلفل الاسود عليهم شوية من الكمون عليهم كمان شوية من الكوزبرة عليهم كمان شوية من البهرات المشكلة على معلقة صغيرة من البابريكة على كمان شوية من الرحان الناشف هنفرقهم كده بين ايدينا وكمان هنقوم بقى اللي بين الخلطة مع بعضها بحيث ان التوابل تمتازج قوي مع الخلطة عايز اقول لكم بتبقى ريحة حلوة او مميزة. كده خلاص الخلطة بتاعت المحشي بقت جاهزة معنا. هنجيب بقى كده الكوسة وهنبدأ نحشيها بالرز. خد بالكم هنا واحنا بنحشي ان احنا مش عايزين نجبس الكوسة او بالرز علشان بس ايه ما تفرقحش معنا لما نيجي ندخلها او تتقطع معنا لما نيجي ندخلها الفرن. لأي طبق بنحط شوية كده ونبدأ نخبط على رخامة بحيس ان الرز ينزل معنا براحته. وطبعا كمان الرز مش بيغطي الكوسة. يدبك بنسيب منها جزء صغير كده علشان الرز يميطلعش معنا من المحشي. كنت كمان مجهزة كده الشربة بتاعت اللحمة. طبعا مسخناها كويس جدا. وحط عليها معلقة كبيرة من الخلطة بتاعت المحشي. اللي هي الخلطة بتاعت الطماطم. وضفت عليها كمان شوية من الملحة وقلبتهم كويس مع بعض. هناخد بقى الشربة كده وهنبدأ نحطها على الكوسة. وطبعا انا هنا حطيت يدبك على قد ربع سطنية بالزبط. هنغطيها بقى بورق فويل كويس. وهنكون مولعين الفرن على اعلى درجة حرارة. يدبك ربع ساعة في الاول. وبعد كده بنهد النار ونسيب بقى الكوسة لحد ما بتتشرب الشربة بتاعتها كويس. وبعد كده بنحطها بقى على الشبكة في النص لحد ما بتكمل سواها براحتها. وكنت كمان سلق اللحمة اللي احنا سلقين اللحمة بالطريقة العادية. وهنا حبيت بس اقول لكم ازاي تشوفوا اللحمة آآ بعد ما بتسلقوها. بتجوبوا كده معلقة كبيرة من السلصة. تحط عليها معلقتين كبار من الزيت عليهم كمان معلقة كبيرة من المية. وهتضيفوا عليها كده شوية من الفلفل الاسود. عليهم كمان شوية من البهرات المشكلة على الرشق كده صغيرة من الملح وهتقلبوا بقى الخليط ده كويس ايه? مع بعض. وهناخد بعد كده خليشة السلصة ده وهنبدأ بقى نوزعه على اللحمة. وانا هنا بقى استيموا الجزئين. جزء بحطه على اللحمة والجزء التاني بحطه على المحشي. علشان بس ايه? اخلي المحشي برضو ياخد لون جميل. فياخد كده السلصة وابدأ اوزعها على اللحمة من فوقه ومن تحت اهم حاجة. لازم نخليها تتشرب آآ اللحمة تتشرب من السلصة كويس. وهنركانها على جنبه. كان كمان المحشي يستوى معايا خلاص وبقى جاهز معايا بالشكل ده. هنجيب بقى الجزء التاني من السلصة وهنبدأ نوزعه على المحشي بتاع الكوسة. بعد كده هناخد بقى محشي الكوسة ده وهنحط تحت الشوايا يضوبك خمس دقائية. وطبعا النار بتاعت الشوايا هادي علشان بس ياخد لون جميل معنا وما يتحرقشي. هنجيب بعد كده الطاصة. وهنحط فيها معلقة كبيرة من السمنة البلدي. واول لما تبدأ السمنة تضم معنا هننزل بقى اللحمة. علشان عايزين يديها لون حلو من فوق ومن تحت. ولا بنحطها بقى في الفرن ولا اي حاجة احنا هنشويها. آآ في الطاصة. وكمان بمعلاقة سمنة البلدي. دوبك اول لما تاخد لون من تحت على طول بنقلبها على الناحية التانية. لحد ما تاخد اللون الجميل ده. لان انت تحس ان هي مشوية. وفي نفس الوقت طعمها حلوة وريحتها كمان مميزة قوي. كده خلاص كمان اللحمة بقت جاهزة معايا. عايز بس توريكم شكلها عامل ازاي. ما تحسوش ابدا ان دي لحمة مسلوقة. بجد. تحسوا فعلا ان دي لحمة مشوية. وكان كمان الطوجن بتاع المحشي خرج معنا. شايفين يا جماعة الكوسة شكلها عامل ازاي? الكوسة جميلة جدا وريحتها حلوة وطعمها مميز قوي. بجد الخلطة بتاعت المحشي دي. معتمدها على طول ما بغيرهاش ابدا لانها بتدي طعمه مميز قوي مع المحشي. شايفين بس المحشي شكله عامل ازاي? المحشي بجد شكله يفتح النفس. مع كمان بقى اللحمة اللحمة بجد انا عايزكم تجربها بالطريقة دي اللي فعلا هيدقها عندكم هيحس ان هي مشوية. وفعلا بجد يعني حاجة بسيطة قوي غيرت من شكلها وغيرت كمان من طعمها. هنجيب كمان اللي هو الشربة. الشربة بتاعت اللحمة. بصراحة بحب ايه? لازم طبعا الشربة تبقى اساسية مع المحشي ومع اللحمة. ايه ما شاء الله الاكل فعلا شكله يفتح النفس وجميل جدا. وما اخدش معي اي وقت تجربوها على الطريقة دي هتعجبكم قوي. لايك بقى لو عجبكم الفيديو. ما تنسوش ادخله عندي على قناتي على اليوتيوب باسم اضبخ العيلة وربنا يا حسن ما بين ايديكم وبالفة هنا وشفة. وده اخرت اللي تعمل لجوزها اكله وتعجبه. عملت له في مرة ورقة اللحمة وعجبته بقى كل شوية عايزنا عملها له. وانتي كمان هيفوتك نص عمرك لو ما عملتش لجوزك ورقة اللحمة بالطريقة دي. تعالوا بقى عملناها زي بس ما تنسوش نزره تحت تعامل ولايك للفيديو ويلا بينا. في الاول خالص كده عندي نص كيلو من اللحمة واللحمة اللي استخدمتها هي اللحمة الموزة. وطبعا انت ممكن تستخدمه اي نوع لحمة تفضلوه. وطبعا كنت حطيت عليها كده معلقتين كبار من الخل وسبتهم كده في الخل حوالي ربع ساعة علشان بس الخل ده بيساعد ان اللحمة آآ يساعد على تطرية انسيجة اللحمة وان هي تستوي معانا بصورة. وهنجيب بعد كده شوية ملحة على شوية فلفل وهدمدى بقى انتبل بهم اللحمة من فوق ومن تحت اهم حاجة بس نضغط على اللحمة دغطة خفيفة كده علشان بس نضمن ان هي تشربت من الملح والفلفل كويس جدا. هنجيب بقى ابولة واسعة ونحط فيها بصلتين وسط متقطعين لشريح وطبعا كنت متببينة برضو البصل بملح وفلفل ودعكاهم كويس او مع بعض. طبعا الطريقة دي بتفرق او في طعم ورقة اللحمة في الاخر. وجبت كوسة اطعتها حلقات بالشكل ده بس اهم حاجة بس يكون حجمها كبير شوية. وكمان طماطم اطعتها الحلقات ويكون برضو سمكها رفيع ما يبقاش سمكها كبير. وجبت كمان جزر برضو اطعته الحلقات رفيع لان برضو الجزر بياخد وقت طويل في التسوية. تمام? وجبت كمان بطاطس اطعتها بقى بس البطاطس اطعتها الحلقات يكون حجمها وسط علشان بس تاخد استوى بتاع اللحمة معنا. حطيت بقى عليها كده مع لاقة صغيرة ونص من الملح. وطبعا كمية الملح ده اختياري. وجبت كمان الفلفل الاسود وهضيف رشة صغيرة كده من الفلفل الاسود على جميع المكونات. وكمان شوية من آآ بهارات اللحمة. وكمان عندي بقى اللي هي البهارات السبعة اللي هي البهارات المشكلة. ضفت كمان شوية. طبعا البهورات دي اختياري ممكن تستكفوا بالملح والفلفل وبس وضفت كمان معلقتين كبار من الصلصة المعلبة وجبت كده بقى المعلقة وبدأت اقلب المكونات كلها مع بعضها بحيث انه الخضار والتوابل يتشربوا مع بعض كويس وهنا حاسيت ان التقليب بالمعلقة بصراحة ما بيأكلش عيش فجبت كده البولة وبدأت كده اقلب كله مع بعضه وده طبعا طريقة دي سهل اقوي في التقليب وبتخلي كل المكونات تمتازج مع بعضها كويس بعد كده جبت ورق فويل وطبعا حطيت ورق الفويل بالعرض وبعد كده حطيت على ورق الفويل ورق الزبدة بس حطيت ورق الزبدة بالطول وخدت بقى الخضار كله وبدأت كده احطه على ورق الزبدة زي منتو شايفين وبعد كده جبت كده ارني فلفل حراء وده طبعا اختياري ممكن تستغنوا عنه وبدأت كمان اوزع اللحمة على الخضار ويريد بقى لو تنزلوا تحت في الكومنتات وتكتبولي بتتابعوني من انهي بلد انتو عارفين ان انا بحب اشوف كومنتاتكم جدا وبفرح بيها وفعلا بحاول على قد ما اقدر ارد على اكبر جزء فيها بعد ما حطيت الخضار واللحمة هبدأ كده اقفل ورق الزبدة على اللحمة كويس وهقفل بعد كده الورق الفويل وقفلت كده الجزء وهبدأ اقفله كده على الجناب وبعد كده باخد ورق الفويل واللفه بقى مرتين تلاتة علشان بس اضمن ان اللحمة والخضار ما يطلعوش اي بخار لان البخار ده هو اللي بيسوي اللحمة مع الخضار هنقفلها بقى مرتين تلاتة زي ما انتو شايفين ولازم نقفل على الجناب كويس جدا وهنكون بقى مولعين الفرن على اعلى درجة حرارة وهناخد بقى اللحمة دي هنحطها كده في طاجن بيريكس وهندخلها على الصاج من تحت حوالي نصف ساعة على نار عالية وبعد كده هنهد النار خالص شامعة يا جماعة وهناخد ده الطاجن البيريكس ده هنحط برضو على الصاج من تحت حوالي ساعتين على نار هادية نار شامعة عارفين اللي هي نار الشامعة لحد ما يبدأ يستوي معنا وطبعا لو انتم مش حابين تحطها على الصاج من تحت ممكن تحطها على الشبكة بس هتخلوا درجة الحرارة 180 وده طبعا شكل ورقة اللحمة بعد ما خرجناها من الفرن هنقطحها كده وراها لكم شكلها عامل ازاي طحفة عايز اقول لكم ما بتاخدش وقت معايا خالص في التجهيز هي اخرها كده في تجهيزها عشر دقيق وبتدخلها الفرن بقى تكمل بقيت السوا بتاعها وزي ما انتم شايفين اللحمة دايبة معانا دايبة مش مستوية وطبعا كمان الخضار شايفين شكله عامل ازاي بصراحة لازم تجربها الجوزك هيتعجبوا جدا 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 ولو عجبكم بقى انتو الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك